بسم الله الرحمن الرحيم طلاب وطالبات جيل 2007 توجيهي الله أعطيكم العافية إن شاء الله راح أبلش معكم أنا الأستاذ عمر ملكاوي في شرح الوحدة الأولى هذه الوحدة هي بعنوان information technology technology المعلومات طبعا إن شاء الله زي ما خبرتكم سابقا في فيديوهات سابقة أن هذه الوحدة هي راح تكون مجانية كمبادرة مني إن شاء الله دعما لطلاب وطالبات جيل 2007 وتسهيلا عليهم بدي أذكركم أنه ضروري تنضموا لمجموعة الواتساب وأيضا ضروري جدا أنه هذه الدوسية دوسية الوحدة الأولى تكون موجودة معاكم هذه الدوسية راح تغنيك عن أي إشي ثاني ما راح تحتاج أي إشي ثاني ودائما أنا بنصح الطلاب أنه ما تكثر أنت عندك أوراق ودوسيات لا خلاص أنت اعتمد شيء واحد أدرس عليه وكان الله بسرع لي ما لأن هذه الدوسية بتحتوي على كل شيء بتحتوي على المفردات مع تمارين مقترحة وإضافية على القطع شرحة كامل مع أسئلة مقترحة القواعد شرحة كامل مع أسئلة مقترحة وأسئلة إضافية وأسئلة وزارية أيضا كل شيء الحفظيات تحرير الأخطاء كل الإشي موجود يعني إن شاء الله ما راح تحتاجوا أي شيء ثاني فضروري جدا هذه الدوسية تكون موجودة معكم عشان يتبعوا معاي وتكتبوا كل الملاحظات فخلونا نبلش على بركة الله الوحدة الأولى Information Technology اللي هي تكنولوجيا المعلومات أول شيء بنتحدث عنه اللي هي الكلمات الرئيسية الواردة في هذه الوحدة هاي الكلمات كلمات مهمة جدا لازم تحفظوا معناهم الآن كيف السؤال بيجي على هذا النوع من الجزئية يعني من المادة السؤال بيجي نوعين يا ما بيكون من ضمن أسئلة القطعة بيقول لك أعطيني كلمة في النص تعني كذا وكذا يعني شو بيعمل يعني هو بعطيك المعنى وبيقول لك بيدي الكلمة فضروري تكون إيش؟ حنفظ المعنى عشان تعرف إيش هي الكلمة تمام؟ يعني ممكن أنت ما تحفظهم حفظ يعني بصم ممكن أنت تفهمهم تحاول تستذكرهم بأي طريقة أوكي عشان إذا إيجاك في هذا النوع من الأسئلة تكون عارف وفاهم إيش هي الكلمة المقصودة من هذا المعنى هذا أول جزء جزء الثاني بيجي على شكل إملأ فراغ كلمات ونحطها بالفراغ حسب معناها فهون في هذه الجزئية لازم أكون أنا عارف الكلمات وعارف معانيهم باللغة العربية وفاهمهم مضبوط 100% عشان أقدر أختار الكلمة الصحية أحطها بالفراغ المناسب إليها تمام؟ الآن كلمات الوحدة الأولى الكلمة الأولى اللي هي World Wide Web World Wide Web معناها known as the Internet هو المعروف باسم الإنترنت يعني World Wide Web معناها الإنترنت يعني ممكن يجيب لك سؤال أعطيني كلمة في النص تعني الإنترنت فشو بتروح تقول له؟ World Wide Web شبكة الإنترنت اللي هي الشبكة العنكبوتية يعني تمام؟ طيب 2 Smartphone Smartphone اللي هو الأجهزة الذكية اللي معنا كلياتنا تمام؟ الجهاز لـ Smartphone اللي هو الجهاز الذكي سواء آيفون أندرويد إلى آخره هو Phone which can access to the Internet هو التلفون اللي يتصل بالإنترنت يعني بتقدر من خلاله أنت تتصل بالإنترنت اللي هو الهاتف الذكي Program Program برنامج اللي هو عبارة عن A set of instructions مجموعة من التعليمات والأوامر Enabling a computer to function يعني هذه التعليمات تسمح للكمبيوتر بأن يعني يؤدي وظيفة معينة أوكي فهو هذا البروغرم برنامج الحاسوب لأن B C B C هاي اختصار لـ H هنا B C هاي اختصار لـ Personal Computer Personal Computer تمام؟ الـ P اللي هي Personal والـ C يعني Computer فهو An Appropriation هو عبارة عن اختصار اختصار لـ Personal Computer اللي هو الكمبيوتر أو الحاسوب الشخصي A computer that is used by one person at a time هو الحاسوب الذي يستخدم من قبل شخص واحد في الوقت الواحد Flappy Desk Flappy Desk هذا زمان كنا نستخدمه أول ما طلع عن الكمبيوترات هو يعني أداة أنا من خلالها بقدر أنقل المعلومات من جهاز إلى جهاز زيها زي الفلاشة يعني تقريبا زيها زي الفلاشة ولكن كان جهاز كبير هيك شوية يعني بحطه في الكمبيوتر فيه له مكان في الكمبيوتر وبنقل فيه المعلومات بخزن عليه المعلومات لكن كان جدا بطيء هو Flexible Removable Magnetic Disc يعني هو قرص ممغنط يمكن إزالته و Flexible مرن That stores computer information شو بعمل يخزن معلومات الكمبيوتر يخزن معلومات الكمبيوتر فهو القرص المرن Computer Chip Chip يعني رقاقة وكمبيوتر يعني حاسوب رقاقة الحاسوب شو هي هاي الرقاقة لهو Small Piece Inside a Computer يعني إيش يعني قطعة صغيرة داخل الكمبيوتر Which stores information بتخزن المعلومات via an electric current عن طريق إيش عن طريق دارة كهربائية فهذه هي رقاقة الحاسوب نحن من خلالها من خزن المعلومات Calculation Calculation هي عملية حسابية ومنها منها كلمة Calculator Calculator اللي هي الآلة الحاسبة Calculation اللي هي العملية الحسابية اللي هي A way of using numbers طريقة نستخدم فيها الأرقام in order to find out an amount يعني إحنا نستخدم الأرقام حتى نجد شو نجد؟ نجد كمية معينة نحسب كمية أو نحسب price سعر أو نحسب value قيمة تمام؟ فهي عملية حسابية لحساب إما كميات أو أسعار أو قيم Relay on Relay on معناها يعتمد يعتمد على يعتمد على هي To have trust or confidence يعني أنه يكون عندك ثقة Trust أو confidence تكون واثق in something or someone في شيء معين أو شخص معين يعني أنك تعتمد عليه توثق فيه هاي Relay on Blog Blog a regularly updated personal website يعني هو عبارة عن ويب سايت تمام؟ بس بنزله شوي هون إذن هو عبارة عن ويب سايت يعني موقع على الإنترنت Regularly updated personal website هو موقع تمام؟ شخصي updated Regularly updated يعني إحنا بنحدث عليه بشكل منتظم دائما بنزل عليه تحديثات زي أش مثلا زي صفحتنا على الفيسبوك أو على الإنستجرام هاي صفحة شخصية وإحنا منظم ننزل عليها أبديتز مننزل عليها يومياتنا مننزل عليها أي أشياء جديدة أو وببيج أو ممكن تكون صفحة على الإنترنت على موقع معين يومياتنا ويومياتنا ويومياتنا وبالغالب بنكتب عليها هاي البلاد بنكتب عليها في بطريقة غير رسمية informal style فالبلغ هاي اللي هي المدونة إحنا نسميها مدونة مدونة على الإنترنت هذا المدونة ممكن تكون من ضمن موقع يكون عنا موقع ونعمل داخله مدونة بلاد تمام؟ ننزل عليها أشياء شخصية email exchange تبادل exchange يعني تبادل تمام؟ والإيميل اللي هي الإيميلات تمام؟ الرسائلة الإلكترونية يعني الإيميلات a series of emails مجموعة من الإيميلات between two or more people بين شخصين أو أكثر من الناس each email generally a reply to the previous one email يعني كل إيميل هو عبارة عن رد على إيميل سابق فهي email exchange اللي هي عملية تبادل الرسائل إليكتروني يعني إيش؟ يعني واحد بعثت لك email أنت عملت كبست على replay رد رديت على هذا الإيميل رجعه كبست على replay ورد على هذا الإيميل رجعت أنت كبست replay ورد وهكذا ظلت ترد على بعض فالردود هذه كليات المجموعة هذه كليات اللي هي exchange email عملية تبادل الإيميلات social media social media معروفة كلكم بتعرفوها وهي وسائل التواصل الاجتماعي هي social interaction هي عبارة عن تواصل الاجتماعي بين الناس between people and communities وبين المجتمعات on websites or blogs على الwebsite لمواقع الإلكترونية أو لبلاق المدونات إذن التواصل بيكون إما عن طريق مواقع الإلكترونية أو عن طريق بلاق مدونات تمام؟ فهي مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة للجميع طيب الكلمة البعديها tablet computer tablet computer اللي هو mobile computer عبارة عن computer على شكل mobile يعني لوحي with a touch screen بيكون فيه touch screen يعني شاشة لمس وبيكون فيه معالج and pottery وبطارية all in one unit كلها في جهاز واحد يعني اسمه computer لوحي اللي هو tablet تمام؟ نستخدمه كلنا الwhite board الwhite board هو touch screen computer هو عبارة عن computer هذا الكمبيوتر يحتوي على شاشة لمس program طبعا هو برنامج computer that enables you وهو يسمح لك to draw sketches أنك ترسم عليه أو write and present ideas أنك تعرض أفكارك وتكتب and talks to colleagues ممكن من خلال تتحدث مع الزملاء or students أو مع الطلاب فهو اللوح المغناطيسي الذكي زي هذا اللي انتو شايفين أمامكم هذا اسمه white board في منه أنواع يسمى smart board في منه أنواع يسمى interactive board كلها نفس الشيء نستخدمه للكتابة وعرض الأفكار فأنا زي ما تشعبين أنا قاعد باستخدمه لحتى أعرض المادي عليه وبكتب وبدون وبخطط وإلى آخر تمام post تمام هاي نستخدمها يعني في ناس باستخدموها بالعربي في ناس باستخدموها بالانجليزي لما أنت تيجي على صفحتك على الفيسبوك بدك تنزل إشي معين تكتب إشي معين في ناس بقول لك عملت post يستخدمون الإنجليزي بيستخدموها بالعربي بيقول لك نزلت منشور نزلت منشور post منشور الثنتين زي بعض البوست هو to put a message or document إنك تحط رسالة أو تحط document معينة وثيقة معينة on the internet على الإنترنت so that other people can see it وبالتالي الناس الثانين بيشوفوها بيشوفوها تمام فpost هنا كفعل كفعل هي هون to put كفعل كفعل معناها يرسل أو يعني نقدر نحكي ينزلوا منشورا تمام يضعوا منشورا تمام يضعوا ممكن هون يعني يضعوا منشورا فإذن بالبداية نحكينا post كاسم كاسم هاي معناها منشور كاسم كاسم كناون كفعل إنه يضع منشور يكتب منشور على الإنترنت تمام طيب الكلمة البعديها سات ناف سيستم سات ناف سيستم طيب الآن السات ناف سيستم هو نظام من الحواسيب والأقمار الصناعية يستخدم في السيارات وفي أماكن أخرى يخبرنا يخبرنا يعني وين موجود الشيء يعني يخبرنا عن المكان is where you are or how to get to a place أو كيف ممكن تروح على مكان معين اللي هو إيش اللي هو اللي على التليفونات موجود بالسيارات موجود اللي هو المابز المابز الخرائط هاي الخرائط اللي بس تفتحها تكتب أنت لوين بدك تروح هو بعطيك الاتجاهات تمام فهو نظام تحديد المواقع أكسس أن تجد معلومات وخاصة على الكمبيوتر يعني أن تصل إلى معلومة معينة يعني يتواصل وهي إجت في أسئلة وزرية سابقة تمام إجت في أسئلة وزرية سابقة communicate to speak to أنه يتواصل يتواصل مع فكان السؤال أنه find a a word in the text which means speak to جد كلمة في النص تعني speak to جواب communicate security settings security settings اللي هي إعدادات الحماية settings يعني إعدادات تمام وsecurity يعني حماية إعدادات الحماية شو يعني controls available on computer التحكم المتوفر على الكمبيوتر على برامج الكمبيوتر which let you protect والذي يسمح لك بأن تحمي your computer from viruses بيخليك تحمي كمبيوترك من إيش من الفيروسات فهي إعدادات الأمان والحماية اللي بتكون موجودة على الكمبيوتر filter filter a program that checks whether certain content on a web page should be displayed to the viewer يعني هو عبارة عن برنامج بشيك بتأكد أنه المحتوى اللي موجود محتوى معين موجود على صفحة الانترنت هل يجب أن يعني display it to the viewer أنه يعني الناس تشوفه ولا ما تشوفه فهو بتحكم فأنت عندك لما تنزل شيء على الانترنت فيه filtration ممكن يعني هذا الشيء أنه تعرضه للجميع تعرضه لناس معينين ما تعرضه لحده بس أنت تشوفه ف filter اللي هو عملية البحث عن المعلومات على الانترنت تمام هو بتأكد لك هل هذه المعلومة متوفرة ولا مش متوفرة فأنت دائما يعني مثلا على اليوتيوب لما تفوت على اليوتيوب فيه خيار اسمه filter بتفلتر انت المعلومة يعني انت بحثت عن شيء معين بتفلتر بتقول بدي المعلومة هاي بس انه الفيديوهات اللي انعملت آخر شهر أسبوع بس بيجي بفلتر لك المعلومات كلها بغرب لها يعني غرب له بعمل غرب له بتطلع لك آخر الفيديوهات حسب انت شو بتختار هو عبارة عن يعني إجراء هذا الإجراء غير قانوني using the identity هذا الإجراء غير قانوني لأنه إيش لأنه بيستخدم الهوية هويتك انت of someone هوية شخص معين normally to buy things ويعني طبيعيا بيستخدمها حتى يشتري أشياء يشتري أشياء عن طريق يعني انتحال شخصية شخص آخر تمام فإدنتي فروض اللي هي انتحال الشخصية اللي هي أعدادات الخصوصية اللي هي السيطرة الموجودة والمتوفرة على شبكات التواصل الاستماعي والتي تسمح لك أن أن تقرر من يشوف المعلومات اللي انتحاطها اللي انتحرضها معلوماتك مثلا الشخصية اللي انتحاطها رقم تليفونك تليفونك ويشوف جد كلمة في النص تعني كذا وكذا يعطيك المعنى ويجبو الكلمة من هذول أو الطريقة الثانية اللي هو fill in the gaps هذا تمرين في الworkbook تمرين عندك في activity book صفحة 6 يقول لك عندي مجموعة من الكلمات وهي من الكلمات اللي قبل شوية حكينا عنهم computer chip calculation floppy disk smartphone program bc worldwide ويقول لك هذول الكلمات تحطهم بالفراغات طيب كيف أنا ممكن أحل هذا السؤال أو يجاني في الوزارة انتبهوا لشغلة هسا بننبه عليها أنه أحيانا كثير صارت أنه الوزارة يجب جملة حرفية من الكتاب يعني ممكن تجيب لك هذه الجملة مثلا a very small piece found inside every computer حرفيا تمام يعني صارت كثير أنه تجي جملة حرفيا من الكتاب طيب كيف أنا ممكن أحل السؤال حل السؤال هذا مقسوم إلى قسمين الجزء الأول أنه أكون عارف معاني هذه الكلمات وحافظهم زي ما شرحناهم قبل شوية تكون تحفظ معاني هذه الكلمات باللغة العربية حافظهم 100% الشغلة الثانية أنه أحلل هذه الجمل تمام أحللها أحاول أفهم إيش الكلام المكتوب هون طيب أنا كيف أفهم إيش الكلام المكتوب هون فهمك لهذا الكلام مبني على قديش عندك مصطلحات قديش عندك مفردات قديش حافظ كلمات طيب أنا مش حافظ كثير شو أعمل أحفظ الكلمات الموجودة في الوحدة كثر الله خيرك الكلمات المهمة اللي شفناها قبل شوي كلمات القطع يعني القطعة بدك تحللها تحفظ كل كلمة موجودة فيها هيت بصير عندك مخزون تمام لأن الفكرة اللي بتيجي بالجمل هذه الفكرة يعني بيكون فيها كلمات من الكلمات الواردة في الوحدة أو شبيهتها أو بديلتها أو كلمة يعني بديلة عنها فبالتالي أنت لازم تهتم بالكلمات الكلمات مهم لازم تحفظ كلمات قد ما تقدر فمثلا أول وحدة a mobile phone that connects to the internet لاحظوا كل هن ورد كل هن شفناها قبل شوي a mobile phone يعني جهاز mobile connects يتصل to the internet يتصل مع الانترنت شو هو الموبايل فون الذي يتصل مع الانترنت هذا شو منسمي منسمي smart phone تمام منسمي smart phone a very small piece found inside every computer يعني هي عبارة عن قطعة صغيرة جدا يمكن إيجادها داخل كل computer موجودة في كل computer قطعة صغيرة طب إيش هي القطعة صغيرة من الكلمات القبل شوية نشرح اللي هي computer chip الرقاقة computer chip طيب three a small square piece of a plastic لا ها بدك تحلل انت a small square piece قطعة مربعة صغيرة من البلاستيك قطعة مربعة صغيرة من البلاستيك that was a used store يعني كانت تستخدم كانت تستخدم لتخزين المعلومات كانت تستخدم لتخزين المعلومات from computers من الكمبيوترات قطعة مربعة بلاستيكية كنا نستخدمها في تخزين المعلومات أظن أوضح من هي اللي هي اللي هي اللي هي floppy disk أكيد floppy disk شايف لما تحلل انت الجملة بالطريقة هاي وتفهمها مباشرة تعرف الإجابة for a computer designed for one person to use جهاز computer designed مصمم for one person لشخص واحد انه يستخدم لشخص واحد انه يستخدم هذا المصطلح لإيش للب سي أكيد مئ بالمئة للب سي البرسنال كمبيوتر لهو الكمبيوتر الشخصي five when you use maths to work out and answer يعني لما انت تستخدم الرياضيات حتى تحصل على الجواب لما تستخدم الرياضيات معا انت هون شو بدك تعمل عملية حسابية أكيد calculation number six all the information كل المعلومات التي يتم تشاركها shared by computers عن طريق الكمبيوترات through the internet من خلال الانترنت هذا ايش منسميه منسميه World Wide Web اللي هي شبكة الانترنت World Wide Web تمام فبهذا الطريقة احنا منحل سؤال المفردات لازم أكون حافظ المعاني ولازم أحلل الجملة كلمة كلمة أفهمها قدر المستطاع عشان أقدر أحصل على الكلمة المناسبة وأعبيها بالفراغ طبعا هون هذه الإجابات على هذا السؤال تمام طيب منروح على السؤال ثاني choose the correct word اختار الكلمة المناسبة modern computers can run a lot of programs or models at the same time هون سؤال اختيار من متعدد تمام بقولنا الحواسيب الجديد الحديث can run a lot of ممكن أن تشغل تشغل ايش programs ولا models at the same time أكيد بتتشغل programs برامج you can move around the computer screen using يعني بتقدر أنت تتحرك شاشة الكمبيوتر باستخدام ايش باستخدام ايش بتحرك على شاشة الكمبيوتر أكيد باستخدام الماوس 3 from 1990 to 2000 من عام لعام 2000 was a decade or a generation was a decade كان عقدا من الزمن اللي هو 10 سنوات a laptop or tablet doesn't need keyboard ايش هو اللي ما بيحتاج الكيبورد ما بيحتاج الكيبورد اللي المطبع عليه اللابتوب ولا tablet اكيد التابلت ما بيحتاج كيبورد the television was first التلفزيون أولا تم ايش اختراعه ولا تطويره باي جون لوجي بيرد اكيد اختراعه تمام طبعا في بعض المعلومات اللي بردت هون هاي موجودة في القطع اللي رح نشرحها ان شاء الله تمام هاي الاجابات تمام عنوين انيرجي طاقة لايكلي يعني شبيه اوكي لاني بدي اصير بدي اصير ايش شو بدي اصير بدي اصير لوير هاي المهنة اللي موجودة لوير بدي اصير محام when you ride a bike لما انت بتركب دراجة هوائية you should always wear يجب ان تلبس دائما ايش بتلبس هلمت اللي هي للحماية three thank you so much شكرا لكم we are very نحن ايش بما انو قاعد بشكرهم معاتو نحن ممتنون لكم grateful تمام grateful نحن ممتنون لكم تمام طيب ننزلها تحت شوي في عنا do you think it is to rain tomorrow هل تعتقد بأنها محتمل يعني ان تمطر ان تمطر غدا تمام فاذا هون الاحتمالية معاتو likely i always look at the newspaper but i don't always read the articles يعني انا دائما بشوف الnewsbaper الجريدة بشوف ايش بتجريدة بشوف العناوين الheadlines العناوين but i don't always read the articles لكني ما بقرأ المقالات الموجودة solar panels generate فراغ from the sun لان solar power solar panels اللي هي الالواح الشمسية generate تولد تولد ايش تولد الطاقة الانيرجي تمام تولد الطاقة from the sun من الشمس تمام فبهذه الطريقة يعني من حل هذه الاسئلة اسئلة المفردات طبعا اسئلة المفردات زي ما حكينا مهمة جدا للكلمات مهمة جدا دائما درني اذكركم فيه للكلمات جدا 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 مهمة لازم تحفظوهم لازم تحفظو هذه الكلمات الكلمات الرئيسية زي اللي شفناهم هون شفنا كيف بيجعلهم اسئلة وكلمات الدروس الان في الحصة القادمة رح نبلش بأول قطعة اول قطعة التعامل مع القطع لازم انت تحفظ الكلمات تبعة القطعة كلها بدون استثناء جديد عليك او تعرفها لازم تحفظها لانه يعني فهم هذه الكلمات وحفظ هذه الكلمات بزيد عندك الكلمات كلها بزيد عندك المخزون وبزيد عندك الفهم والاستيعاب تستوعب تستوعب مثلا الجمل بهذا الشكل تستوعب النصوص الموجودة معك عشان ان شاء الله اي سؤال يجعلها تقدر تحله بكل سهولة وبساطة فهيك احنا منكمل درس اليوم زي ما شفته شرحنا بداية الوحدة الاولى information technology بلشنا بالكلمات الرئيسية المهمة المطلوبة منكم في هاي الوحدة كلمات مهمة لازم تعتنوا فيهم جيدا ان شاء الله بلتقي معاكم في الدرس القادم ومنبلش بأول تيكست موجود معنا التقي معاكم ان شاء الله قريبا دمتم بخير يعطيكو الفعافية